طيب عندنا خبر ايضا جيد عندنا كرة السلة منتخب مصر كرة السلة وهو احد الاحلام الكبيرة بتأهل الكأس العالم عند ويندو 2 في تصفيات كأس العالم نجحت مصر والتحاد السلة انه يستضيف بطولة كأس العالم طبعا بطولة او تصفيات كأس العالم اللي جاية في الويندو اللي جاية ان شاء الله وبالمناسبة كان عمر الجندي خصنا بهذا الخبر من اسبوعين 3 اربعة من التصفيات الاولانية لما عملنا مع التصال عبر الهاتف وهو كان في رواندا في السنغالة ناسف والراجل قال لنا ان مصر هتستضيفها طيب دكتور مجدى بوفيخ الرئيس الاتحاد استلم وافقة رسمية من الاتحاد الدولي في بها على طلب مصر تنظيم لمرحلة تانية من تصفيات كأس العالم التصفيات دي هتتلاقى على صالة برج العرب صالة محترمة جدا وبالمناسبة اتحاد الافريقى وتحاد الدولي عينها اكثر من مرة ولقاها طبعا او الروكير من سلعيزة الاتحادات الدولية او الافريقية موجودة في الصالة مجموعاتنا بتضم الكونغو السنغال كينيا واحنا خلصنا المرحلة الاولى متساويه انا عايز بس اطمينكم الحمد لله لسه الامل كبير احنا والسنغال وكينيا صح يا جماعة التلاتة متعدلين السنغال يكونغو مصر اناس السنغال يكون كينيا بره لان يكونغو كسبة كينيا فاحنا التلاتة متساويين كل فرقة كسبة تانية فاحنا التلاتة متساويين في عدد النقاط فالويندو دي مهمة جدا مهمة لمصر والحمد لله لان على ملعب طبعا نتمنى حضور جماهير نتمنى ان شاء الله يكون فيه جمهور اسكندرية جمهور القاهرة يتوافد ان شاء الله بس الاتحاد يعلن عن المبارات بجماهير شفنا مبارح مبارات السنغال في كرة القدم وبالمناسبة التصفيات الاول أكاد في السنغال أيضا في كرة السنغال والحمد لله رجعنا متساويين مع السنغال هنا بقى اتكرت عكست كنا احنا المبارات تانية رحيين للسنغال في كرة القدم هنا المبارات تانية السنغال جاينا فان شاء الله نتمنى ان شاء الله ان اتحاد السنغال يسعى جاهدا ويلبي طلبات كل الجهات بحيث انه يقدر يبقى فيه حضور جماهيري وتشجيع ومؤاذرة جماهيرية يعني خاصة من جمهور الاتحاد اسكندرية أو جمهور اسكندرية يعني جمهور اسكندرية مش بس تحايد اسكندرية في أولومبي ليه جمهور كبير عندك كمان الأندية السبورتينج سموحة ليها جماهيرها وأيضا القاهرة أيضا ليها جماهيرها تقدر تملى الصالة وكون يعني فيه ظهر فرقتها أو منتخب مصر لكرة السلة بالتوفيق منتخب مصر إن شاء الله يصعد إلى كأس العالم